المعركة اللي تواجه فيها جبريل عليه السلام والإبليس إبليس نفسه اللي عرشه على الماء نعم وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجثث وقعدي يتكلم مع الجثث في الصباح الصحي والأرض كانت عند المسلمين ثابتة لكن كانت عند المشركين مطينة طين وكان في عندهم يعاطق صعوبة جدا في الحركة وينذل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت أقدامكم وبالفعل ثبت الله سبحانه وتعالى أقدام المسلمين بينما قريش كانت تعاني جهاز النبي صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين فجعل خلف الصف الأول هذا الصف الأول خلفه جعل الرما من المسلمين بحيث إنه إذا هجموا المشركين ينزل الصف الأول والرما يقوموا برمي المشركين وكان بين المشركين إبليس أي نعم إبليس كان موجود بين المشركين متنكر على هيئة سراق سراقه ابن مالك كان يحفز المشركين ويشجعهم ويقولهم أنتم القوة العظمى وإنه لا غالب لكم اليوم يعني اليوم ما هذا ره يقدر عليكم كان يشجحهم ويحفزهم ويحثهم على القتال العرب زمان كان عندهم عادة طلعوا أضل القوم للمبارزة فخرج شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وابن عتبة ابن ربيعة الوليد ابن عتبة وخرج لهم من المسلمين ثلاثة من الأنصار عبدالله بن رباح وعوف ومعاذ وكانوا أخوانه كانوا أبناء الحارض فسألهم قريش ما لأنتم فقالوا نحن من الأنصار فرجعوهم قريش وقالوا لهم ما لنا بكم من حاجة يا محمد أخرج لنا أكفاءنا من قومنا آتنا من أولاد عمنا من قريش فالنبي قال لحمزة وعبيدة وعلي قوموا فخرج أبطال الإسلام لمواجهة شيبة وعتبة والوليد ابن عتبة فسألوهم من أنتم فقالوا حمزة وعلي وعبيدة فعرفوهم قريش وقالوا لهم أكفاء كرام يعني مع كفرهم كان عندهم عزة وأخلاق يعني مع كفرهم يقولوا أكفاء كرام مع أنهم أعداء مع كفرهم هذا الكلام يقولوا هيك نتخيل العرب قديما كيف كانوا وعنقدم حمزة عشان يواجه شيبة ابن ربيعة واشتدت المواجهة بينهم لكن خرج حمزة وسيفه ملطخ بالدماء فكبر المسلمين وعرفوا أنه حمزة قتل شيبة وخرج علي بن أبي طالب لكي يواجه مين الوليد ابن عتبة فخرج علي بن ابي طالب عشان يواجه الوليد ابن عتبة واشتدت المواجه بينهم لكن برضو علي بن ابي طالب خرج ورأس الوليد ابن عتبة بيده ورماه وكبر المسلمين والان ايجا دور عبيدة لحتى يواجه عتبة ابن ربيع وكان من اشد القوم تبارزوا واشتدت المبارزة بينهم الى ان كل واحد ضرب ضربة فيهم كانت ضربة قوية الاشي اللي خلى حمزة وعلي يدخل ويضربوا عتبة ضربة قاتله ومسكوا عبيدة وراحوا فيه يجروا إلى جيش المسلمين مين كان يشاهد هذا الأمر بالكامل كان يشاهد هذا الأمر بالكامل عبد الرحمن بن عوث لما شاف عبيدة مضرب ركبوا الخوف قاعد يكفتي للديمين والشمال يشوف هل في أحد يكفيه شاف شابين جنبه صغار أطفال بالأربعة عشر سنة عمارهم قال يا الله يا الله شو هالبليه اللي أنا فيها وما في أحد كفه جنبي ما كمل كلامه من هون اللي أحد الشابين الصغار هذول اسمه معاذ يقول له يا عم يهزوا بيده ويقول له يا عم يا عم وين أبو جهل أنا بدي أبو جهل استغرب وقال له إيش بدك بأبو جهل أنت قال له سمعت إنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمي وسطني ما أرجع إلا وقد قتلته فعرف إنه هذول الشابين أبدا هم مسهلين لما شاف شجاعتهم ارتاح طمن شوي ويتوكل على الله بعد ما شاف الشجاعة هذه من شباب صغار أطفال بدأ الجيشين يستعدوا للمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم رفع عديل السماء قاعد يدعي يا الله يا الله اللهم آتني ما وعتني وقاعد يدعي إلى أن طاح رداؤه فأمسك أبو بكر رداء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقاعد يقول له يا رسول الله يا رسول الله إن الله سيستجيب لك وسينجز لنا موعدنا إذ تستغيثوا ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين حضرت الملائكة جماعة الخير وإبليس قاعد يدعي على السماء وقال لأشوف جبريل نازل السماء مع الملائكة لما شاف جبريل ركبوا الخوف فار عقله لما شاف جبريل فمسك حاله وبدأ يا ربي معلم مسكه يجمسكه الحارث ابن هشام قلوا تعال تعال وين رايح أنت من الأول المعركة بتحفز فينا وبتشجع فينا فهسا جايت فينا قار يقولهم إني بريهم منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب فاستقربوا يعني من أول يحفز فيهم وهسا جاي يقولهم أن يخافوا الله لأنهم ما كانوا يعرفوا أنه هذا كان إبليس كان يفكروا صراقة يعني يفكروا بشر زيهم بس كان يضحك عليهم طبعا المسلمين كانوا واقفين مكانهم وهجم المشركين وكان صعب عليهم أنهم يهجموا بسبب الطين فلما قرب المشركين يوصلوا المسلمين نزل الصف الأول من المسلمين واشتغلوا الرما وضربوهم الإشي اللي خلى صفوفهم تجزعزع بشكل كامل وكان من عادتهم زمان يهجموا ويرجعوا يرجع يهجم مرة ثانية ويرجعوا وهكذا بالهجوم الثاني ثبت المسلمين وقاتلوا أشد القتال قاتلوا إلى آخر رمق إلى إلى أن تعبوا المشركين وذبحهم العطش ورجعوا ينتخيل ما قدروا يمشوا زي الناس بسبب الطين وأيضا العطش ذبحهم ذبح هجموا الهجم الثالث وكانوا مرهقين جدا وميتين تعب وعطش ولم يرجعوا كبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين أهجموا عليهم وقد ضعفوا هجم المسلمين والملائكة كلهم كانوا يشوفوا معهم قوم عمرهم ما شافوهم من هذول كان اثنين منهم بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلبسوا لبس البياب كانوا يقاتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال كانوا أول مرة يشوفوهم طبعا من المواقف عبد الرحمن بن عوف شاف أبو جهل فنادى على الشابين وقالهم هذاك أبو جهل تشوفوه فالشابين ركضوا ركضة واحدة واحد منهم ضرب خيل أبو جهل والثاني نط على رأس الخيل تعيت أبو جهل وطعن أبو جهل في رقابته بحلقه هنا ضربه لأن أبو جهل بهذاك الوقت كان جثة يعني مستحيل أنك تقدر تضربه بأي مكان ثاني فما كان قدامهم غير حل أنه يضربوه برقبته أو بحلقه وأبو جهل بعدما ضربت ضربه هاي ما ماده غري أحد الشابين هذول بكتفه وما ظل يده إلا نتفت لحمة صغيرة الإيد معلقة فيها تعليق فكان يقاتل والإيد هاي تعيقه فنزل وحط إيده تحت الرجل وقام بسرعة حتى قطع إيده وكمل قتال يتخيلوا هذول الشابين عمرهم 14 سنة 14 سنة أطفال أطفال كانوا يقاتلوا والملائكة تقاتل معهم لما المسركين شافوا الأمور هيك زموا حالهم وبدهم يهربوا فالمسلمين كانوا لما يلحقوا المشركين يسمعوا فوق رأس المشرك زي ضربة الصوت فما يعقل رأس المشرك مجسوم بين النص ومخضرة فراح واحد من الأنصار يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هاي الحادثة فقال له صدقت هذا من مدد السماء الثالثة وانتصر المسلمين على المشركين والمسلمين ما استشهد منهم اللي 14 شخص كان بينهم الحباب اللي أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بردم الأبياء أما المشركين أسر منهم سبعين وقتل منهم سبعين وكان من بينهم أبو جهل وأبي من خلف وآخرين من كبار وسادة قريش يقول عمر رضي الله عنه بعد المعركة أن الأماكن اللي وراهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم بأماكن جثث قريش أنه ما أخطأ في واحد تخيل فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجثث وقعد يقول أرأيتم ما وعدكم ربكم حقا إني رأيتم ما وعدني ربي حقا استغرب الصحابة وقعد يقولوا له جثث ما يسمعوه فرد النبي صلى الله عليه وسلم والله إنكم لستم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون الرد ومن هون بدأ تاريخ جديد للمسلمين وكان لهم هيبة وقوة بين قبائل العرب طبعا بتمنى يكون عجبكم المقطع بالأطلال الجديد اللي ورانا هاي بتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس إذا عجبكم إن شاء الله إحنا في تطور مستمر إن شاء الله دايما إلى الأحسن ومنستقبل منكم النقد البناء بالتعليقات وبتمنى تعقونا كلام حلو تحت الفيديو يعطيكم العافية كم معكم مهنة خطاطوي من قناة مهنة خطاطوي اسم القناة سلام